الحقت العملية الروسية في أوكرانيا ضرراً كبيراً بالهيكل الأمني الأوروبي حاول بعدها حلف شمال الأطلسي إعادة ترتيب صفوفه وتوسيعها اتجهت الأنظار سريعاً إلى الدول التي ترفع شعار الحياد وغير المنضوية في التحالف لتحديد موقفها من المواجهة وتحديداً الدول الشمالية خطوة تحدي لموسكو قامت بها السويد وفنلندا اللتاني قررت الانضمام إلى الحلف أصبحت فنلندا الدولة الحدية والثلاثين في حلف الناتو العام الماضي ولم تعد تعتبر نفسها محايدة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي السويد بدورها تخلت عن الحياد التقليدي وباتت على بعد خطوة واحدة من أن تصبح العضو الثاني والثلاثين في الحلف بعدما وافق البلمان التركي على قرار انضمامها مع هذا التوسع داخل حلف شمال الأطلسي تقول مجلة فورين بوليسي إن دول أقصى شمال أوروبا تتحول بشكل ملموس نحو القتال ما يطرح تساؤلات عن حجم سياسة عسكرة المناطق التي كانت لا تزال حتى وقت قريب تضع نفسها في خانة الحياد خلال مؤتمر للدفاع الوطني في السويد الشهر الماضي أكد القادة السويديون أن عصر التقليل من التركيز على الدفاع قد انتهى وحث رئيس الوزراء السويدي أوليف كريسترسون مواطنيه على الاستعداد للدفاع عن أنفسهم بالسلاح لأن الحياة باتت على المحك الوضع خطير ويمكن أن يصبح أسوأ حتى بالنسبة إلى السويد قالها أيضا قائد قوات الدفاع السويدية لافتا الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العامين الأخيرين لتعزيز قدرات السويد في مجال الأمن والدفاع مقارنة بما كانت عليه قبل عامين يصب في خانة هذه التصريحات أيضا تحذير اللجنة العسكرية لحلف الناتو من أن المنافسة والعسكرة المتزايدة في منطقة القطب الشمالي تثيران القلق فهل يكون القطب الشمالي ساحة جديدة للصراعات العسكرية بين روسيا والحلف الأطلسي؟ اشتركوا في القناة